يصرف الجزائريون الملاهير سنويا في ملفات التأشيرات المداعة لدى سفارات الاتحاد الأوروبي خاصة فرنسا وتحتل هذه الأخيرة المرتبة الأولى من حيث عدد ملفات المداعة ثم المرفوضة والتي لا يعوض أصحابها تيلس كونتاكت المركز المؤهل لدراسة ملفات طلبات تأشيرة فضاء شينغان على مستوى ثلاثة مراكز عبر الوطن الجزائر العاصمة عنابة ووهران كان يستقبل أكثر من ألف طلب يوميا يدفع فيها المودع متوسط مبلغ مالي قدره 12 ألف دينار جزائري مقسمة على قسمين السفارة الفرنسية تأخذ ستين يورو وتكون بسعر صرف العملة الرسمي بالدينار أي حوالي ثمانية ألاف وثلاثمائة دينار جزائرية أما مركز تيلس كونتاكت فيتقض مبلغ 3850 دينار جزائري ثمان دراسة ملفة لو نقوم بعملية حسابية على متوسط ألف ملف يوميا نجد أن الجزائريين يدفعون مقابل الحصول على تأشيرة شينغان أكثر من مليار ومائتي مليون سنتيم السفارة الفرنسية في الجزائر تأخذ ما يقارب ثمانمائة وثلاثين مليون سنتيم لوحدها وحصة مركز تيلس كونتاكت قد تصل إلى ثلاثمائة وخمسة وثمانين مليون سنتيم وهذا لليوم الواحد وفي سنة 2017 بلغت القيمة المالية التي صرفها الجزائريون من أجل الحصول على تأشيرة الدخول إلى تراب الفرنسي أكثر من مليار أورو استفادت منها الخزينة الفرنسية إضافة إلى الأموال التي دفعها أصحابها مع ملف التأشيرة ورفضت دون تعويض والتي قدرت حسب سفرة الجزائر في فرنسا بثلاثة مليون أورو وتشير الأرقام التي نشرتها المديرية العامة للأجانب في وزارة الداخلية الفرنسية على موقعها قال أن الجزائريين احتلوا المرتبة الثانية عالميا في عدد التأشيرات الممنوحة في 2017 بمنح أزيد من 413 ألف تأشيرة من أصل 630 ألف طلب هذه الأرقام تؤكد أن التسهيلات التي تعلن عنها سفرة فرنسا في الجزائر من خلال تصريحات السافير مؤخرا لمختلف وسائل الإعلام تؤكد أنها تعود بالفائدة على الفرنسيين الذين يحصلون مبالغ ضخمة تدخل لخزينة الدولة الفرنسية من جيوب الجزائريين